وفي اليوم التالي لسبت السترات الصفري تحاول باريس العودة إلى حياة طبيعية حركة سير شبه عادية عودة خجولة للسياح إلى الشانزيليزي وقوس النصري الذي كان قبل ساعات فقط مسرحا لأعنى في المواجهات المحال التجارية تبدأ منذ صباح وككل أحد بإزالة الألواح الخشبية التي رفعت مساء الجمعة لحماية الواجهات من التحطيم إجراء لم يحمل بعض وخسائر العاصفة الصفراء لا تنحصر فقط في أعمال العنف المباشرة هذا وضع كارثي بالنسبة إلينا قيمة مبيعاتنا خلال نهار السبب تقدر بـ 25 ألف يورو فهل تتخيل حجم القسارة على كافة التجار؟ هذه الخسائر على أهميتها تبقى الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد التداعيات على الاقتصاد الفرنسي ستكون كارثية بحسب وصف وزير الاقتصاد برونو لومير الوضع سيء جدا بالنسبة لسمعة باريس وصورتها في العالم هناك الكثير من السياح الذين ألغوا حجوزاتهم حتى نهاية العام اليوم ستضطر بعض المؤسسات إلى تسريح جزء من موظفيها بسبب تراجع الأعمال الباريسيون وبرغم ما آلت إليه أوضاع مدينتهم يقفون إلى جانب مطالب السطرات الصفر ويحملون المسؤولية الكبرى للرئيس الفرنسي الذي فشل في إدارة هذه الأزمة بحسب تعبيرهم الحكومة لم تقدم على أي خطوة لمعالجة الأزمة والرئيس ماكرو بات مكروها من الكثيرين وأعتقد أن عليه الرحيل باريس الجمال والموضة وزينة الأعياد مهددة هذا العام بالتحول إلى مدينة حزينة فنصف حجوزات الفنادق في عطلة نهاية العام ألغيت ولا أحد من الباريسيين وخصوصا التجارة منهم يتخيل الوضع في حال استمرار تحركات السطرات الصفر يوزع الباريسيون غضبهم على مثيري أعمال الشغب من جهة وعلى الرئيس الفرنسي وحكومته من الجهة الأخرى ويطالبون إيمانويا الماكرون بالتحرك سريعا والانفتاح على مطالب السطرات الصفر من أجل وضع حد سريعا ومنع تكرار ما بات يعرف هنا بالسبت الأسود مصعاسي باريس الميادين